ثانيا أثر العمليات المالية على معادلة المحاسبة The Impact of Transactions on Accounting Equation معادلة المحاسبة كما سبق الإضاح كما أوضحناها في الميزانية قلنا أن الميزانية تعبر عن معادلة المحاسبة يظهر في الجانب الأيمن منها الأصول ويظهر في الجانب الأيصر منها الخصوم مضافا إليها زائد حقوق الملكية ويجب أن يتساوى الطرفين الأصول وكذلك الخصوم وحقوق الملكية فمثلا لو كانت الأصول 500 فيجب أن تكون الخصوم وحقوق الملكية أيضا 500 الأصول تتكون من مجموعة من العناصر وكذلك هنا تظهر الخصوم وحقوق الملكية العمليات التي تحدث لدى المنشأة قد تكون عبارة عن عمليات تخص الأصول مباشرة أو الخصوم مباشرة أو حقوق الملكية مباشرة هذه العمليات قد تؤدي إلى زيادة أحد الجانبين وزيادة الجانب الآخر بنفس القيمة يعني يحدث زيادة في جانب الأصول بحيث يصبح جانب الأصول مثلا 600 لابد أن يصبح أيضا جانب الخصوم 600 وقد يحدث أثر عكسي يترتب عليه انخفاض الجانب الأيمن إلى مثلا 400 لابد أيضا أن ينخفض الجانب الأيصر إلى 400 أي باستمرار يجب أن يتساوى الجانبين والأثر قد يكون بزيادة الجانبين أو انخفاض الجانبين بالإضافة إلى ذلك فإن هناك بعض العمليات التي تؤثر على جانب واحد فقط فقد يترتب على بعض العمليات زيادة أصل وانخفاض قيمة أصل آخر بنفس القيمة بناء علي لن يترتب تأثير على إجمال هذا الجانب كذلك أيضا فإن الجانب الآخر قد يحدث به زيادة في بند يقابلها نقص في بند آخر وبنفس القيمة إذن هذه العمليات لها تأثير على أحد الجوانب من معدلة المحاسبة ولكن لا تؤثر على الجانبين بالزيادة أو بالنقص إذن نستطيع القول أن العمليات التي تحدث داخل المنشأة تؤثر على معادلة المحاسبة إما بزيادة الجانبين أو بنقص الجانبين أو بأثر على أحد الجانبين فقط من خلال زيادة عنصر وانخفاض عنصر آخر بنفس القيمة بناء على ذلك نستطيع القول أن النوع الأول من العمليات التي تؤثر على معادلة المحاسبة هي العمليات التي تخص الأصول والخصوم وحقوق الملكية لكن توجد بعض العمليات الأخرى التي يترتب عليها إيرادات ومصرفات هي أيضا تؤثر على معادلة المحاسبة إذن نستطيع القول بأن العمليات التي تحدث داخل المنشأة تؤثر على المعادلة المحاسبة إذا كانت عمليات أصول أو حقوق ملكية وخصوم وهذا هو نوع من أنواع التأثيرات وهناك أيضا العمليات التي تخص الإيرادات والمصرفات هي أيضا تؤثر على معادلة المحاسبة ولبيان هذه الأثار على معادلة المحاسبة لدينا مثال ينص على أن إبراهيم قرر البدء في نشاط خدمي بإنشاء مؤسسة المغاسل الآلية وقد قام بالعمليات التالية هنا نؤكد على أننا سوف نقوم بإثبات عمليات المنشأة وهي منشأة المغاسل بينما أننا لن نتحدث عن إبراهيم أو عن العمليات التي قام بها إبراهيم وإنما نتحدث عن العمليات التي قامت بها المنشأة حتى وإن نفذها إبراهيم لأننا نتحدث عن المنشأة باعتبار أن لها شخصية معنوية منفصلة عن مالكها ويكون كل تركزنا في المحاسبة على وجهة نظر المنشأة وليس وجهة نظر مالكها وهو إبراهيم في العملية الأولى والتي تمت يوم واحد واحد خصص إبراهيم مبلغا وقدره 800 ألف ريال من ماله الخاص مزاولة نشاطه وقام بفتح حساب جاري بالبنك بإسم المنشأة وأودع فيه المبلغ كاملا والمطلوب الآن إعداد معادلة المحاسبة وإعداد قائمة المركز المالي